اليوم نمشي في أمن وأمان كانت الدولة السعودية الأولى والثانية وبداية الثالثة الذي يريد أن يسافر إلى مكة يحتاج إلى أمان من كل بلد يمر به أو قرية فإذا لم يعطوه الأمان لن يستطيع أن يسافر وربما أخذ به الشهر والشهرين حتى يصل إلى مكة اليوم هل تحتاج إلى هذا؟ لا والله كل ما تحتاجه أن تعقد النية وتركب سيارتك وتقول سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وتتحرك على بركة الله لا تخاف إلا الله حتى ربما تترك دارك مفتوحة إذا ركبت أنت وأبنائك في السيارة وقطعتم هذه الخطوط الطويلة ذكرهم بهذه النعمة قل يا أولادي لولا الله ثم عبد العزيز ما مشينا في هذه الطرق الطويلة بهذا الأمن والأمان يا أولادي لولا الله ثم عبد العزيز ما رأينا هذا التوحيد العظيم الذي تقلب فيه حتى الصحاري تتقلب فيه والجبال فلولا فضل الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الإمام المؤسس ما رأيت كثيرا من الخيرات وانظر حولك من البلاد انظر حولك من البلاد كيف حالها وكيف حال كلام اليوم أنت تستطيع أن تصرح وتصدع بعقيدة التوحيد وتتعبد الله بها وتنشرها لكن في بلاد قد تكون مجاورة لا تستطيع أن تصرح بهذه العقيدة